بشار وهذه باعترف الوالي هنا أي بشار والماء ومشكلة الماء من الآن؟ من الآن رمضة وقفين ومنحبش نشكلة نشو؟ منش عارف علاقاته مع هذا اللي قال عليه من نقابة إلى آخر يمكن يكون على حقه ويكون على الباطل لكن قال لك أنه لمسؤول على وحدة الإعلام في هذا المياه ما يوش يدرفي خدمته معنا موش يكذب على الناس وبشار رأي فيها رأي سنوات وهي تعاني من نقص المياه الأغلبية العظمى تعال مدن الجزائري نقطة يعانوا من نقص المياه دركة كيف يخرج لهمت على الإعلام يخرج يكذب توفروا الماء ولا توفروا الكذب في الإعلام الكاذب هاكوا موفرينوا في إخبار الثمانية تزيد توفروه أيضا هناك بسح الناس مش يصلها الماء في درجة حراءة تصل إلى 50 درجة في بشار هاي المدن لهذا الأيام المدن في الشرق رأي يفايت إلى 45 درجة في بعض المدن في الشرق وكاي اللي قالوا لي قاربة الخمسين في الشماء الشرقي أما في الجنوب رأي متى بشة حتى الخمسين وكي تكون لحال مليح رأي في الخمسة وربعين في النهار أدرار بشار ورقلة غردايا لمنيعة الواد وكثير من هذه المدن كثير من أحياءها أحيانا كل أحياءها كالي ميجنونش اليوم يومين ثلاثة ربعة كالي يجيهم ساعة في ربع أيام كالي يجيهم منهار في سمانة هاي المصاريف اللي يجب أن تصرف حقيقة لكن حتى هذا الموضوع إن شاء الله في اللايف القادم ربما أو اللي بعد نحدثكم على النهب اللي رأي واقع في قضية ما يسمى بهذه تحلية المياه البحر نهب حقيقي قاعدين يمدوا في المشاريع غريا غري بمعنى بدون المرور على قانون الصفقات وقانون الصفقات واضح أنه غريا غريا ما يكونش إلا في حالة استثنائية جدا صح هو ما داروه الآن القاعدة غريا غريا بمعنى بدون المرور على أنه يمر أكثر من واحد ويقدموا عروض وكما يفيه قانون الصفقات علاش؟ لنهب المال يخلوا الأزمات تتفاقم ومن بعد يقولك يعطي 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 للناس برك جيبنا المهم حلنا المشكل برك باش يقع نهب المال ونهب غير حب محدود